ومن الشفشب الى المطواه وفي مكان اخر منطقة راقية منطقة الكربة في مصر الجديدة خناء بين صاحب محل عصير معروف وصاحب مقهى خناء مش فاهمين اسبابها بيقولوا ان السبب ان بتاع المقهى اللي بتاع العصير انت لازم تمشي وانا اللي بمتلك العقارة عشان اوسع وانتهت بمطواه وغز 8 ضربات متتالية على ابن صاحب المقهى ليفارق الحياة امام نظر الواقفين طبعا على الفور تحركت الداخلية والقت القبض على المتهم وتجري تحقيقتها لكن هنرجع تاني ونقول ما سبب العنف ناس في منطقة راقية بيقدموا خدمات للناس بيبيعوا عصير وده بيبيعوا قاعدين على قهوة تشرب قهوة وشاي ايه اللي يخلي وسيلة الحوار هي المطوى ما فيه قانون ما انت لو لديت حق في المحل روح ارفع دعوة لكن ان يكون الحل هو القتل الحالة الهسترية اللي كان بيدرب بيها الراجل بالمطوى الشاب قدام الناس والشاب بيحاول يقعوا مشهد مؤلم جدا نطق ان القانون سيأخذ مجرى وان الشاب ده حيدفع التمن كبير قوي لان ده قتل عمد يعني ما هادرش اقول سابق اصرار وترصد ده للنيابة لما اتحقق ونكتشف اذا كان كان مجاهز المطوى قبليها هل اضمر النية على التخلص منه ولا لا لكن القتل العمد انه كان يضربه طعنات متتالية وما حدش قدر يشيله وكان مصر على ضربه فهنا فيه قتل عمد بنتكلم من خمسة عشرين سنة للاعدام يعني واحد تاني راح مستقبله وعمل حزن فيتو والبيت التاني اصبح متضمر وابنه مات قتيل هذا الامر يستدعي المزيد من البحث عايزين نعمل ابحاث نشوف ليه اصبح العنف وسيلة هنكتشف ان هو كان فيه مديرة مدرسة زي دي بتعلم الاولاد انها لما تغضب تضرب بالشبشب ضرب بالشبشب يتطور مع الطفل يتعلم الهروب من المدرسة تسقط خيمة المدرس والمدير هنا ويصبح هذا الطفل جانح ومع الوقت يطلع عندنا مجرم اذا من التعليم من البداية لازم نلتفت